اشتركوا في القناة شديد عادت مرة اخرى للسطح مشكلة اصدراء الاديان وازدراء الاسلام شاب مسيحي يتم تهديده والتشهير به بعد رده على شخص اصدراء المسيحية ولكن الامر تحول بشكل غريب هنشوف طبعا ايه اللي تم في هذا الموضوع بالنسبة لشاب يدعى بولا عندنا كمان بنونعي رحيل الاب هنري بولاد اليسوعي وهو واحد كان واحد من اعظم فلسفة المسيحية المعاصرين وكمان الحمد لله البابا فرانسيس عاد الى مقره بعد اجراء عملية عندنا الوضع صعب جدا في السودان التحالف السوداني بيتهم مليشيا الدعم السريع بقتل والي غرب درفور خميس بكر في مدينة الجنينة بعد اعتقاله والدعم السريع بيتهم الجيش السوداني بزبح اتنين من مؤيديه وطبعا تقارير عن الامور الخاصة بالنازحين من الخرطوم وانه في عدد كبيرة حاليا على الحدود مع اتشاد يعني الوضع فعلا صعب جدا جدا عندنا طبعا بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية عندنا بعض الامور الخاصة بتصرحات للرئيس بوتن في منتدى اقتصادي وايضا تصرحات خاصة بالرئيس دلينيسكي الرئيس الاوكراني بعد محاولة تدخل قادة من افريقيا لمحاولة السلام وايضا عندنا عدة لقاءات الرئيس الفرنسي استقبل ولي العهد السعودي وكان هناك في قصر الاليزي وبعض الاتفاقات اللي تمت ايضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كان استقبل منذ يومين رئيس الجزائر وبعدين كمان استقبل الرئيس الامارات وايضا كمان في عندنا بعض الامور الخاصة بالاقتصاد البنك المركزي الاوروبي رفع الفايدة وايضا اقتصاد بالنسبة لمصر وكمان هيكون في حلقتنا النهاردة بعض الامور الخاصة بتحذير من فيروس اخر اشد فتكا من فيروس كورونا ربنا استرها كل هذه الاحداث معنا اليوم في حلقتنا نيجي بقى بالنسبة لقصة الازدراء الحقيقة شاب مسيحي المفترض انه كان فيه شخص الشاب اسمه ابا نوب عماد كان فيه شخص كتب على موقع التواصل الاجتماعي كلام مسيق للمسيح فرد عليه على البوست وبعدين اللي بيقال بعد كده انه كان فيه دخل على رسالة او فيه رسالة بعد كده هو كان بيتكلم عن نشيد الانشاد فالشخص المسلم يعني فبدأ ابا نوب يحكي يعني او يرد عليه وبعدين لقينا بقى الكلام بدأ بقى ردود فعل طبعا من اخرين والكلام كان من الشخص المسلم على سفر نشيد الانشاد فواحد بيقول لو ايه جاب بصير نشيد الانشاد في الاسكرين الموضح اللي خلاه يبعت يشتمه هو بالتحديد اساسا لو جاوبت على السؤال ده معرفش ايه هات بس كده كلام وانا بشتمه ده شادي انت مش هتمتوش لشخصه انت سبيت دينه وعلقت على نشيد الانشاد يعني برضو قاعدين يتكلموا على موضوع الاسكرينات وهات الاسكرين هو اللي تقال انه هو كان بعد ما علق ابا نوب على الشخص اللي كان كاتب على نشيد الانشاد طبعا كان فيه الفاظ صعبة جدا بقى والامور دي دخل على الخاص ده اللي بتقال يعني انه كان دخل وشتم الولد ده واهان الرسول يعني فراح الولد تقريبا اخد سكرينشوته وحطها ومن هنا بقى بدأت الامور يعني تاخد منحنة صعب جدا فدي كانت اللي كتبه يعني اللي تم نشره بخصوص ابا نوب لكن ابا نوب الحقيقة قال انه حصل هاكر يعني كان دخل على الصفحة بتاعته هو اللي عمل كده الشاب ده كان اسمه عبد الرحمن عواد فضل يغلط ويعني يقول كلام مش كويس على صفر نشيد الانشاد والكتاب المقدس وعلى المسيح فزي ما قلت لحضراتكم ابا نوب طبعا راح رد عليه بنفس الطريقة يعني فجي بعد كده بقى الرسالة دي اللي كانت على الخاص اللي هو عبد الرحمن نزل الرسالة دي ان ابا نوب بعت له الرسالة دي واللي فيها اهانة للرسول والدين الاسلامي فبدأت بقى الدنيا كلها تقوم طبعا في النهاية دلوقتي اللي بدأ الموضوع هو عبد الرحمن احنا بنقول كذا مرة يا جماعة احنا ايماننا ومساحنا اقوى من ان احنا نتكلم ونعلق على اي حد على اي موقع تواصل دي نمرة واحد نمرة اتنين انه بيتم تصيد الامور دي للمسيحيين لانه هو اتجاه واحد هو اصدراء اسلام مش اصدراء قديم مفيش داعي ان احنا نورط نفسنا في الامور دي خصوصا ابا نوب اللي انا فهمته ان هو الشاب في باين بيدرس في كلية طب ليه تعمل في نفسك يعني ليه مش طالبة قابل اساسا ان يكون فيه مواضيع زي كده وقلنا فيه مختصين وممكن مختصين دول بيتكلموا على المقارنة الاديان بالشكل المفروض اللائق والدنيا دي كلها ولما بيكون حد واحنا بنتكلم وبنقول شوفوا اللي بيعملوه على المواقع ولا حد بيسأل فينا شوفوا فلان ده كاتب ايه وبيقول ايه على المسيح بنقول بس هذا الكلام لكن ما نحاولش ان احنا نورط نفسنا باي شكل من الاشكال لا رد ولا غيره ولا ندخل نفسنا في المهاترات والامور دي يا جماعة من فضلكم احنا بنقول نقول ومحدش بيسأل ولا بيحسبه اي حد بيسدري لا بمسيحنا ولا بانجلنا ولا بالكلام ده كله محدش بيتحرك يبقى ليه بقى انتو تعرضوا نفسكو لانه لا يحصل تحرك يحصل تحرك ضدك انت المسيحي لما بتتكلم فدي نصيحة بننصحه وبنقول يا جماعة احنا ايمانا اقوى من انه محتاج اي حد يدافع ولا يرد فارجوكو يعني طبعا الوضع تطور بقى وحصل التهديدات لابا نوب وطبعا اللي كتبه بقى الناس اللي قالك لازم الكل يتحاسب بلا استثناء ومش حلال لطرف يشتم ويهين كل شوية ولما الطرف التاني يكون عنده نفس ردة الفعل وقتها يطلع قانون اصدراء الاديان مش اصدراء اديان اصدراء اسلام فبالتالي طبعا ابا نوب بدأ بعد ما حصل لنشر الجزء ده بان هو دي رسالة كان بعتها على الخاص للمدو عبد الرحمن فقال ان هاكر سرق حسابي وانا قمت بتحرير محضر وبيعتذر لكل اخواته واصدقائه المسلمين لانه الحقيقة ابا نوب زي ما قلت لحضراتكم هو طالب في جامعة الازهر وتم تلقى تهديدات بالقتل من قبل متشددين وبدأت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي زي ان يوصلوا قبل ما الامن يوصلوا علشان نقتله طب يعني بجد فعلا ليه الوضع يوصل لهذا الامر واحنا عارفين انه يعني للأسف الشديد اللي في قلب ناس كتير في قلبهم سواء ضد المسيحيين او زي ما شفت برضه في الموضوع بتاع المجند اللي دخل على اسرائيل وشفته الاحتفاء به فللأسف الشديد انه قصة القتل دي حاجة بقت يعني المفروض ان هي مباحة ومتاحة فانت دلوقتي اللي حاصل دلوقتي ان ابا نوب طلقت هديدات بالقتل يعني يعني مش عارفين طبعا التهديدات دي ممكن يتم تتبع الناس اللي هديدت بالقتل دي ولا لأ والكلام ده كله للأسف الشديد مش بيتم محاسبة هؤلاء يعني اللي بيعملوا اي حاجة لاللي بيثيقوا للمسيحية بيتم محاسبتهم وشفنا الفيديوهات اللي اتعملت وبعد كده قال لك اعتذروا ونزلوا فيديوهات اعتذار ومع لش يا جماعة ومستقبلهم هايديع لكن الشباب المسيحي محدش بيقول لهم مستقبله هايديع ولا اي حاجة بداية من الشباب اللي كان اساسا بيقل الداعش اللي هما كانوا بتوعباني مظهار واللي اضطروا ان هما يسيبوا بلدهم واهلهم علشان كانوا معرضين يتسجنوا علشان مجرد انهم شبهوا بس فيديو تلاتين ثانية اللي بيعملوا داعش من قتله وما غير لغير رسالة اعتقد يعني الرسالة كده المفروض توصل ودي انا النهاردة يعني طالبنا مهما طالبنا بانه المتشددين والمتأسلمين والناس اللي ادمخهم كده رايحة شمال وان احنا بنتكلم مواطنة والكلام ده كله ان يتم محاسبة هؤلاء محدش بيحاسب هؤلاء مش ريتحاسبوا حضراتكم بقى كشباب مسيحي من فضلكم خلينا يبقى عندنا حكمة وخلينا انا يمكن جاي على ابا نوب اه جاي على ابا نوب لانه زي ما احنا اتفقنا احنا للأسف بيظل امور مفيش محاسبة لللي بيزدري المسيحية خلاص يعني احنا في كده مهما كان شيخ شاب ايا كان بنشوف اللي بيحصل بعنينا وبنتكلم وبنطالب ومحدش بيحاسب مجرد ما مسيحي واحد يعمل اي حاجة بمستقبله بيدي يبقى ممكن نفكر كذا مرة في الموضوع ده ولا لا لغاية ما ربنا يكرم وتتغير الدنيا واحنا من الاول والاخر بنقول مش عايزين قانون زي ده مش عايزين فكرة قانون اصدراء الاديان ده نهائي والمجتمع دلوقتي اصبح مفتوح وكل واحد بيعد بيتكلم على كل حده وعلى الرؤسة وعلى الاديان وعلى كل حاجة في كل العالم فما فيش داعي خلاص ان احنا يعني يبقى فيه مثل هذا القانون لكن هو القانون ده موجود المفروض انه هو يعني يتم تطبيقه على الطرفين ما بيتمش تطبيقه على الطرفين فمن فضلكم شبابنا المسيحي ارجوكم احنا بنترفع فوق كل اللي بيحصل ده على المواقع دي ارجوكم يعني فعلا بترجاكم وبكلمكم انتو وبكلم كل الاسر ان هي تواعي شبابها ولادها على الموضوع ده مهما حد قال واهان قلهم ربنا يسامحكم المسيح يدافع عنكم وانتم صامتون والمسيح قادر ويلغنا قادر على انه يدافع عن المسيحية احنا مش اسلوبنا لا ان احنا نرد باي شيء ولا ان احنا نتعصب ولا الكلام ده كله لانه احنا يعني اماننا مختلف اعتقد يعني انه الرسالة بتمنى انها توصل يعني عموما ابنوب قال ان هو عمل محضر بالادارة العامة للتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وفي نفس الوقت برضو اعتذر نسبت الي وبدأت بقى مواقع التواصل الاجتماعي وموضوع ان هما بيطلبوا بقتل ابنوب عماد لسه ضربين وعلقة من شوية لانه بيقالع كانت علقة موت ايه رأيكو طيب يا جماعة برضو هل هيتقبض على الناس دي اللي ضربوه وعلقة موت بتايقلي لأ مش كده ولا ايه انا يعني مش متفقلة بس معرفش بصراحة في زل الجمهورية الجديدة ممكن يحصل تغيير ولا هنفضل عايشين في القصة دي الى الابد يعني هل عندنا اكتر من بوست ولا هو ده بس بالنسبة للتهديد طيب كمان نس اه اه كدبين بقى بوستوا ابن المستشار عماد مهر صديق طالف كلية طب الفم والاسنان اكاونت الفيسبوك كل حاجة بقى عنه ده يعني البعلومات كلها نتج عنه يعني تعالوا نفتح هاشتاج على الفيس قتل ابنوب ايه رأيكو جوجو دي ولا جوج جوج ايه رأيكو في الموضوع ده الناس دي هيتم تتبعهم اللي بيحردوا على القتل لان دي جريمة قتل يعني جريمة تحريض على القتل ايه رأيكو ما عرفش بصراحة يعني لازم الناس توصلوا قبل ما الحكومة توصلوا لان الحكومة لو وصلت له هتمسكه عشان تحميه مش عشان تقتص منه زي ما حصل قبل كده مليون مرة ده بجات فعلا حصل قبل كده مليون مرة ما فيش اي حد ما فيش شاب شباب قد كده محبوسين بسبب موضوع الازدراء ده وخمس سنين وست سنين يعني ربنا يعني احنا يا جماعة زي ما بقول انا كده يعني حتى نصيحتي ان انا بقول لشباب المسيحيين من فضلكم خليكم حكماء بلاش تردوا وبلاش تدخلوا في الامور اللي زي كده يعني حقيقي يعني احنا عارفين كويس جدا ان كتير قوي قوي على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي بيزدروا بالمسيحية والناس دايما بتسأل هل بيتم محاسبتهم لا ما بيتمش محاسبتهم يا جماعة فمفيش داعب انك انت تدخل فهتبص تلاقي الدنيا هتتقلب عليك هتوصل انك تتهدد بالقادل هتوصل انك ممكن تتسجن طب ليه على ايه ليه يعني يعني ايماننا ومسيحنا اقوى من انه اي حد فينا يعني يكتب اي بوست على موقع التواصل مش هو دا اللي يعني هيرفع شأن المسيحية ولا هو دا اللي هيدافع المسيحية فارجوكو خليكو عندكو حكمة يعني اهو يعني اهو الناس اللي بتصدري ده سلامة سايد ولا سعيد ايا كان يعني فيعني اهو ناس بتمثل الكلام دا كله انا مش يعني مش عارفة اقول لكم ايه بس دا كتير 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 اللي مكتوب على المواقع من ناس كتير جدا اهو معز دا معرفش عايش فين احدة برضو وفيديوهات كتيرة جدا بيتكلم فيها بكلام غير لائق على الكنيسة وعلى الكتاب المقدس وعلى المسيح يعني اتفضل بصوا دا مثلا واحد اسمه اكرم مصطفى يعني بص كاتب ايه امش هيزورة الحاجات دي بس يعني دا عينة يا جماعة عينة من كم الحسابات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيصدروا بالمسيحية وما فيش حد بيحسبوا فبالتالي خلينا احنا عندنا حكمة يارب تنتهي ازمة الشاب الطالب في طب اسنان اه ابا نوب ويعني هنشوف ايه اللي هيحصل معاه طبعا وانه هل في حساب اللي حرده على قتل احنا انا مش بنتكلم على اصدراء بقى احنا بنتكلم على ناس دعت لقتله ودي جريمة المفروض بيعقب عليها قرون في ايه حتة في العالم لما واحد يهدد بحد بالقتل فهل هيتم حساب هؤلاء ايه اللي هيتم في القضية دي هنتابع طبعا ونشوف وهل برضو هيبقى فيه بيان من نيابة ولا ايه اللي هيحصل لكن انا حبيت بس اقول لحضراتكم الامر الى هذا الحد يعني ايه اللي حصل في هذه القضية ربنا يتمجد وبقرر تاني خلينا حكماء يعني خلينا حكماء يا شباب المسيحيين كلهم والأسر كلها تحاول تفاهم الشباب مفيش داعي لمثل هذه الامور ولا على الفيسبوك ولا انستجرام ولا اي مواقع ولا تويتر ولا اي مواقع تواصل اجتماع نكمل معاكم عندنا برضو كانت استغاثة من مارينا عادل بعتت الاستغاثة دي ناس كتير بعتولنا هذه الاستغاثة ان هي اتعرضت للضرب من قبل جزهة واهله وبرضو قصة يعني سلام قصرنا المسيحية يعني محتاج برضو تدخل كبير جدا ومحتاج يكون فيه نوع من انواع زي ما احنا قلنا دلوقتي فيه مراكز مشهورة كتير قوي قوي موجودة في كناس كتير انه يتم تدخل من مختصين بالنسبة لما بتكون فيه مشاكل اسرية عشان ما توصلش طبعا للامر ده مارينا نشرت فيديو كتبت فيه على موضوع انه اهل جزهة واهله اعتادوا عليها بالضرب وكسروا رجلها وكان بقطعة حديد فيعني ده الفيديو اللي انتشر يعني بجد الواحد بيحزن لما بيشوف حاجات زي كده فخلينا نشوف مقتطفات من كلامها ونتمنى دايما يكون فيه عقلاء من كل اسرة ودايما يكون فيه مختصين عشان الامور ما توصلش انه تتطور لقصص زي كده وشوفنا الفترة يعني مثلا من حوالي نقول ست شهور ولا حاجة فاكرين كان فيه كذا حاجة بقى الفيديوهات اعتداءات من قبل الازواج على زوجاتهم وتصوير من فيديوهات سواء فيديوهات موجودة مرأبة واللي كان ماسك سكين على امراته وحاجات زي كده يعني بجد الواحد بيحزن لما يكون فيه توصل الامور في اسرنا للمنظر ده يعني يريد دايما يكون عندنا اتجاه للمختصين في المشهورة ويكون فيه تهدئة من قبل الاسر اللي حوالي نسواء الزوج او الزوجة علشان الامور حتى لو فيها فرقة تكون بهدوء وسلام ولو فيه اطفال بيتأثروا بشكل وحش قوي قوي على اللي بيحصل ده هناخد بعض المكتطفات من كلام مارينا الحبس لثلاث شهور انا وقت حبسه ده انا كنت بجوع عيالي وكنت باشيلها من بوك ايانا وعيالي واستلف علشان خاطر اروح اوكله في الزي واجيب له هدوم واكله بشوره طلعي لي قرار التمكين طلعينا علشان نتمكن راحنا لقينا اصلا شال الباب اصلا خالص بتاع الشقة دراسة الامنية يوم الخميس اللي فات يوم تمانية ستة كان طلع معايا المؤمور بتاع اسمي بن سويف طبعا الشارع كان مقبلوب كان طلع عربية امن مركزية عربية اسعيف عربية مطافي بوكس كتير امناء شرطة كانوا ليني الشارع طبعا يعني انساتنا في شارع اسلام العمومي فشارع اسمي لكوبا وروحنا عشان ننفذ طبعا كسرنا الحوض الامحيطة اللي هي اللي كان عاملها باب اتكسرت وقلت لبتاع التنفيذ لمعاون التنفيذ انا عايزة مفتاح لباب الشارع علشان انا مش هعرف ادخل هما بيكفيروا باب الشارع على طول فعرض عليهم قالوا له حاضر هنديها مفتاح هتعمل المحضر بتاعي معايا اسم عمل المحضر وهتمشي قلت لنتوا متأكد ان انا هعمل المحضر وامشي قال لي بصراحة بصراحة مش عارف قصيت لقيتها بتصور روح تفاحة موبايلي وفتحت برضو تصوير وقلت لها انتي عايزة ايه وتعمل ايه بتقول لي انا بصورك ايه حرامية يا اللي بتسرقينا بصورك وانتي بتسرقينا وبتكسري الباب لما بنبقى داخلين في موضوع عملية ويعني ورجل ان دي اللي شايلك دي اللي مقافك على حيلك لعيالك فطبعا لازم اخاف جدا ان انا اعمل عملية بسرعة فطبعا سألت اه فطبعا يعني اه حد كبيرո هينا بنسوفه معروف جدا قال لا أبلاش تعمل عملية في في مصتشفى الجامعة هي مش محتاجة عملية خالص اه هي هتيجي بل اه بالمتاعدة مش عارف ايه وترقيع join يأخدوا من عظم الفقد ويرقعوا في الرجبة وطبعا كل واحد بكلمة وكل واحد بكلمة لما انا مش واسكاء من كلام الناس اللي بره. طب هعمل ايه في مستشفى الجامعة ولا هعمل ايه ولا اروح لمين ولا مين اللي يعني فطبعا الجوم عشان اخبني العمليات في المستشفى الجامعة قلت لهم لا انا مش هعمل العملية دلوقتي. قالوا لي خلاص بقى مشين فاعتي أستنى. قلت لهم خلاص انا مش استنى. قلت لهم من المستشفى الجامعة وقلت مش هشوف هنا خالص. سألت على ده كثرة في في القاهرة. طبعا يعني الوضع صعب جدا. وآآ يعني هو الفيديو طويل. احنا حاولنا ناخد اجزاء منه. لكن يعني ربنا يكون معيها. ودخلت الموضوع كمان بعد ازمة الدارب على موضوع طبعا لي علاقة بالعملية والقصص الطبية بقى. لكن ربنا يعينها ما فيمناش برضو عندها كم طفل. لكن زي ما قلت في البداية بتمنى انه عقلاء يتدخلوا في الامر من اجل الاولاد ومن اجل مساعدتها في اجراء آآ العملية. بنشكر ربنا البابا فرونسيس غادر المستشفى بعد عملية جراحية في البطن. وآآ ده كان آآ الحياة صباح اليوم عائدا الى الفاتيكان. وده بعد تسعة ايام على خضوعه لعملية جراحية في البطن. البابا فرونسيس البالغ من العمر ستة وتمانين عام. آآ كان خضع لعملية جراحية استغرقت سلاس ساعات في السابع من يونيو تحت التخدير العام عفوا بسبب التساقات مؤلمة كانت على جدار البطن نتيجة نتيجة عملية كانت في القولون اجريت له في عام عشرين واحد وعشرين. كان فيه طبعا فترة النقاها. وبعد كده الفاتيكان كان بيصدر نشرات صحية يومية تؤكد تحسنه المستمر ومعطيات طبية جيدة واختبارات دم طبيعية. واستأنف البابا فرانسيس العمل من غرفته الواقع في الطبق العاشر في مستشفى جميلة. الذي يوصف بانه مستشفى البابا وات. البابا يوم الخميس كان زارك اسم الاورام وجرحة العصاب للاطفال في المستشفى. والفاتيكان كان نشر آآ سور هي الاولى منذ العملية الجراحية بيظهر فيها البابا على الكرسي المتحرك وهو في حي المرضى والعملين في أرواق المستشفى. وجي النهاردة بقى المشاهد لحضراتكم شايفينها قدامكم. بعد طبعا اعلان خروجه من المستشفى الحمد لله وعودته الى مقره في الفاتيكان. ومن المقرر ايضا ان يتوجه البابا في اول اغسطس ايب الى البرتغال للاحتفال باليوم العالمي للشباب في الزيارة تضمن برنامجها نحو عشرين اجتماع. بنصلي من اجل صحة البابا فرانسيس وربنا يعني يقوي كده في ممارسة كل اعماله وسفرياته. بننعي بننعي وفاة رحيل الاب هنري بولاد اليسوعي وهو واحد من اعظم فلسفة المسيحية المعاصرين. رحل يوم الاربعاء 14 اليونيو الاب هنري بولاد اليسوعي عن عمر يناهز و93 عام بعد حياة مليئة بالعطاء والاسهام الفكري والروحي. الاب هنري كان ولد في 28 اب اغسطس عام 1930 من اب مصري وام ايطالية. شغل مناصب تربوية وادارية عدة وكان مؤسس لجمعية الكاريتاس الكاثوليكية الخيرية في مصر وفلسطين ولو خبرة واسعة في الرياضيات الروحية والمحاضرات الدينية والثقافية. كتير جدا من عزاته وتأملاته موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي يقدر حضراتكم تشوفوها. من يعني المقولات المشهورة ان سألنا انفسنا ما وجه الشبه بين الحياة والموت كان جوابنا لا نعلم. تبقى الحياة والموت سرين من اسرار الوجود. ولا نستطيع الا ان نتفاجأ امام حتمية الموت وكأننا لم نكن على علم بذلك. لقاب هنري بولاد اليسوعي. ولد 31 وتوفى 1931 وتوفى 2023. له العديد من المؤلفات. ابعاد الحب بأس الحياة الروحية. يسوع بين الامس واليوم. نحو حياة افضل. منطق السالوس. اله المستحيل. عدد كبير جدا من الكتب والفلسفة الروحية العميقة. وبالفعل زي ما بنقولنا انه فقدنا واحد من اعظم فلسفة المسيحية المعاصرين. نروح بقى للموضوع الخاص بالسودان. بجد الوضع صعب جدا. بنصلي من اجل السودان. اطفال السودان. كل الناس اللي في السودان. المدنيين اللي بيعانوا. طبعا تطور خطير حصل في استراع والاشتباكات ما بين الجنرال عينا. الجنرال برهان. والجنرال قائد الجيش السوداني. والحمدتي قائد قوات الدعم السريع. فوجئنا بانه كان في الاول انباء عن انه تم خطف والي غرب درفور. خميس ابكر. بعد ما كان فيه فيديو او لقاء مع قناة الحدث. كان بيتكلم فيه وبيودين قوات ميليشية الدعم السريع. بعد كده لقينا طبعا القصة بقى خاصة بانه مش بس تم اختطافه. لا ده تم قتله. وكان اثناء الحديث اللي مع الحوار ومع قناة الحدث كان فيه اصوات اطلاق نار اساسا. وكانت بتقطع هذا الحديث. بنشوف طبعا الامور الخاصة بقتل قتل والي غرب درفور. بعض الفيديوهات اللي بتبين سواء كان اللقاء معاه. سواء كان عملية خطفه. وفي نفس الوقت بعد كده الاتهامات اللي وجهت لقوات الدعم السريع بان هي وراء قتله. الولي. نتابع مشاهدين هذا مقطع جديد لولي غرب. دارفور. اذن هذا الفيديو الجديد يطر اعتقال والي غرب دارفور. ردود الفعل على مقتل والي غرب دارفور. المشاهدين قال تحالف سوداني الذي كان يرأسه الوالي خميس عبد الله ابكر. قال ان ميليشيا دعم السريع قامت بقتل الوالي في مدينة الجنينة. واستنكرت السلوكة الذي وصفته في بيان بانه يتنافى مع المواثيق الدولية. اذن هي تؤكد بان قوة دعم السريع هي من قامت بقتل الوالي. في السياق قال كذلك حسن ابراهيم فضل نائب امين الاعلام في حركة العدل والمسوى السودانية. ان ميليشيات مسلحة قتلت والي دارفور بعد ان اقتحمت مقر اقامته واختطفته ونقلته الى جهة مجهولة. انا هطلب منك طلب الآن اذا بدأ صوت الرصاص نسمع الرصاص معك لك انت توقف الحديث وقت ما نسمع صوت الرصاص على اساس ان احنا نسمع معك. ولكن سؤالي الآن البعض يتحدث عن ما يجري في الجنينة تحديدا هو صراع قبلي ما بين قبيلة المساليت والقبائل العربية. لا دخل لقوات الدعم السريع في ما يجري. ما حقيقة هذا الكلام؟ هذا كلام غير صحيح طبعا. هذا كلام غير صحيح لان منذ بداية المشهرة بدأت بين القوات المصلحة ودعم السريع في مواقع بتاع قوات الشركة. من هناك انتغلت المعارف في مواقع يسكنوا فيه قبائل المساليت. لكن اليوم الجنين مصطباح كله. ليس مساليت تحديدا. فلانما مؤظم القبائل الموجودة في الولايات تم استهداف تماما من قبل القوات المتوارسة من الدعم السريع والميليشيات المتعاونة معهم. اليوم الجنينة كلها كلها اتدمرت. بالاهياء المختلفة كلها اتدمرت. لذلك مسألة ما مسألة ما مسألة ما مسألة بين العرب ومسألة هذا كان غير صحيح. طيب هذا الكلام متداول في وسائل الاعلام. طيب كان حكومة اقليم دارفور قالت بأنها لديها اجراءات امنية لضبط الوضع. وفي قوات مشتركة من الاقليم خرجت وانتشرت فقط في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. صحيح هذا الكلام. وليه بس تنتشر في ولاية الفاشر؟ لماذا لا تذهب إلى الجنينة وتحاول أن تحمي المدنيين؟ والله انا عصب جدا عندما نتكلم عن الاقليم دارفور قالت بجنينة اطار الاقليم دارفور ومعنا نتحدثنا كثيرا جدا مع الحكومة المركزية مع مجلسة طبعا في جنينة ظللنا نقطعين من الاخبار لأنه نتيجة عظم وجود الشبكات. لذلك ولاية غرب دارفور ولاية منكوط. لذلك لأنه المارك شرع منذ يوم تلاتة وشريك شهر الماضي. ولذلك حتى الآن أنا بتتكلم معك حجوم متمرة وممكن انتظر. زي ما شفنا مشاهدينا الفيديوهات اللي كان تم عرضها في الأول اللقاء اللي كان تم ما بين والي دارفور مع قناة الحدث. وبعد كده طبعا اتضح انه يعني اتهم طبعا الدعم السريع. مش انه دي معارك قبلية. فبناء عليه شفنا برضو مشاهد لما كان فيه بتقول المشاهد دي انه هو قوة الدعم السريع كانت هجمت واختطفته وبعد كده تم قتله. وكان زي ما قلتلكم طبعا زي ما عرضنا يعني كان قناة العربية او الحدث وجه رسالة للأطراف المتصارعة داعيا الى الوقوف الفوري للاقتتال. وقال ان معظم القبائل ده كان برضو صوت لي يعني. احنا ممكن نرجع للتقرير ده بالصوت من الجزئية دي. عموما يعني في النهاية بعد ما تم قتله دي كانت صدمة كبيرة جدا والجيش السوداني اتهم القوات الدعم السريع باختطافه وقتله. خميس ابكر بينتمي لحركة التحالف السوداني وتولى قيادة الجهاز التنفيذي لولاية غرب دارفور بعد اتفاق سلام جوبة. وانه بيقال انه كان لي يعني يد في هذا الاتفاق للسلام عشان كده شخصية متميزة الحقيقة. فطبعا كون انه يتم خطفه وقتله بعد هذه التصرحات طبعا ده بيؤشر الى انه قوات الدعم السريع هي الورا هذا الاختطاف والقتله. وكان برضو بيقال كتير جدا شاهدوا في عملية خطفه بانه اللي كانوا جم وخطفه هي قوات من الدعم السريع. لكن الحقيقة الدعم السريع بقى نشروا بيان وقالوا بنودين مقتل والي غرب دارفور على ايدي متفلتين بسبب سراع قبلي. واستخبارات الجيش قالوا ان استخبارات الجيش هي المتورطة باشعال الحرب القبالية في غرب دارفور. والن والي غرب دارفور طلب حماية قوتنا لتخليصه من المتفلتين. برضو مش فاهمة. يعني طلب حماية قواتكو فعشان كده روحتو والناس كلها بتقول ان انتو اللي اعتديتو اللي هجمتو على مكان اقامتو واخدتوه. وبعد كده تقتل. فا يعني هو كل برضو الكلام اللي بيقولوا الدعم السريع المتفلتون داهموا مكان حماية الواري اللي كان بحمايتنا واختطفوه واختلوه طب كويس. ثم كده بيردوا اه احنا اللي روحنا خدناه عشان نحميه. بس المتفلتون هم اللي دهموا المكان اللي كان فيه وقتلوه. وفدحنا تحقيق الكشف ملبسات اغتيال واري غرب دارفور. اعتقد ان هو كلامهم دا هنا علشان كتير جدا شاهدوا زي ما كان برضو الاعتداء على الكنايس. وان هم اخدوا الكنايس مقرات ليهم. كان كل البيانات بتقول ان هم من الدعم السريع اللي راحوا ودخلوا على الكنايس دي. واللي حولوها لسكنات عسكرية. فهنا بقى هم راحوا فيه زكاء شوية. قالك المتفلتون دهموا مكان الحماية اللي كان بحمايتنا واختطفوه واختالوه. طبعا يعني الله اعلم بقى ايه اللي حاصل. لانه بالضبط كل حرب بيكون فيها طرفين. كل طرف بيتهم الطرف الاخر بانه هو اللي وراء اشعل هذه الحرب. المفاوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان اعلن عن مقتل اكتر من مئة شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النزاحين. وحولها في ولاية شمال درفور. وكان صرح بانه الامر سيتفاقم. ما لم تتفق اطراف النزاع على وضع نهاية للكتال اللي بيدمر السودان. وزي ما قلتلكم اللي بيدفع ثمن السرعات دي كلها. الاطفال والمدنيين والمرضى. مرضى كلا اللي بيموتوا علشان ما فيش غسيل كلا. المرضى السرطان اللي ما فيش ادوية ولا فيه علاج. مرضى كتير جدا بيموتوا بسبب طبعا عدم الرعاية الصحية. الاطفال منظمة الامم المتحدة للطفولة. يونسف اعلنت عن قلقية البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الاطفال في دارفور. كمان امريكا دانت انتهاكات حقوق الانسان في السودان وتحديدا في دارفور. وحذرت واشنطن من تكرار جرائم العنف العرقي. الذي ترتكبه قوات الدعم السريع كما حصل في عام 2004. يعني دلوقتي الاتهامات من كل الجوانب بتروح ناحية انه قوات الدعم السريع هي اللي للأسف الشديد بتقوم بكل هذه الانتهاكات. وانه الميليشيات مدابا دوب السودان في الأمم المتحدة قال الميليشيات بتعمل على هدم الدولة السودانية. وطالب طبعا بممارسة أقصى درجات الضغط على قوات الدعم السريع. لوقف انتهاكاتها لافتا إلى أن اعتداءاتهم ضد المدنيين خلفت واقعا مؤلما. في درفور ولا تزال أيضا مستمرة في جنينة وزالينجي ونيالة. وأشار إدريس خلال جلسة مجلس الأمن اللي عقدت أمس الخميس حول طبعا أن الميليشيات تعمل على هدم الدولة السودانية. واعتداءات ميليشيات دعم السريع المتمرد على قوات المسلحة واعتداءات الميليشيات المتحلفة معها على السكان في ولاية درفور. زادت بشكل كبير جدا لا سيما في مدينة جنينة بولاية غرب درفور. وأفرزت واقعا إنسانيا رهيبا. قوات الدعم بقى قالت لك إيه راحت اتهمت الجيش وأدانت بأشد العبارات مقتل إثنين من أفرادها زبحا. والتمثيل بجثة يهمة على أيدي ميليشي البرهان الإنقلابية. برضو مين اللي دبح دول الله أعلم. ده كان بيان على الصفحة الخاصة بالقوات الدعم السريع على موقع تويتر. والبيان ده كان بيدين وفيه القوات الدعم السريع مقتل إثنين من أفرادها زبحا والتسميل والتمثيل بجثة يهمة على أيدي ميليشي البرهان الإنقلابية الإرهابية. كما يطلقون عليها قوات الدعم السريع. وإنه اغتيال فردين عزل وزبحون بهذه الطريقة المروعة من قبل قوات الإنقلابيين هو أمر يخالف الشراعي السماوية والقوانين. زي ما قلت لكم بكرر كل جانب يتهي بالجانب الآخر بطبعا اعتداءات وقتل وأمور ولا أحد يعني يستطيع أنه يعرف الحقيقة يعني بجد فعلا. يعني طبعا بيكلموا عن أنه ده فعل إجرامي وندع أصحاب الدمير من القوة الوطنية الحزبية. منظمات المجتمع المدني إدانة هذا الفعل الجبان والتصرف ده برباري سيقود إلى ما يحمد عقبان. سواء قتل والي درفور والي غرب درفور أو سواء عملية العملية اللي بيدعوها دلوقتي قوات الدعم السريع بأن فيه اتنين عزل زبحوا. هذا طبعا هيساعد الأسراع إلى منحنة خطير جدا جدا. كمان كان فيه بقى ميدانيا سقوط مجزوف على منزل بحي بيت المال بأم درمان. جرار الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع. والجيش السوداني كان أعلن أنه سيطر على 16 ولاية من قصر 18. ودي كانت تصريحات سفير السودان لدى الأردن حسن صوار الدهب. التصريحات بقى لحمدتي كانت بيقول أن المبادرة السعودية الأمريكية يمكن أن تماهد الطريق لسلام دائم. والسلام وكل المفاوضات والجدة كانت بتحتضن مفاوضات أيضا بين الطرفين برعاية سعودية وأمريكية. ولكن للأسف كل ده بقى بالفشل وما فيش غير هدنة حزينة كانت 24 ساعة. كان مفروض لدخول الدعم الإنساني وما فيش يعني حتى قبل تنتهي الهدنة كده بعدة دقائق. فجأنا بينه الدربات والاعتداءات والاشتباكات يعني حدثت بشكل غير طبيعي. كمان مطار الخرطوم الدولي كان بيقولوا برضو أنه إغلاق المجال الجوي. أعلنوا عن أنه سيتم أو سيستمر إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 30 يونيو. مستشفيات السودان خارج الخدمة. الصليب الأحمر بيقول أن الأطباء يعملون في ظروف شديدة صعوبة لأوداع تصداد سوء. ناس كتير من مرضى الغسيل الكلوي بيموتوا. أطفال بتموت. محدش عارف كمان الأعداد الحقيقية لغاية دلوقتي لكل اللي بيقتلوا. لدرجة أنه كان بيقال أن ألف قتلوا على الأقل في جنينة لوحدها. ولكن يعني ما فيش طبعا الدنيا دي مش عارفين طبعا الععداد الحقيقية سواء للقتل أو المصابين. السكان بيهربوا من مدينة جنينة غرب درفور لشدة الاقتتال وسعوبة وصول المساعدات إليهم. كمان طلاب سودانيون فروا من القتال الدائر في العاصمة الخرطوم. وبيؤدون انتحانات نهاية العام الدراسي في بورس سودان وصل دعوات من الأهالي بإيجاد حل ينهي النزاع ومعاناتهم. دي طبعا يعني معاناة أخرى. كمان القصص بقى بتاعه فيه تحليل استقصائي كان بيوصق فزائع الدعم السريع في السودان. ويكشف أنه بيقال أنه فيه دور لقوات فاجنر الروسية أيضا في هذا الأمر. من اغتصاب وقتل وشبح إبادة جماعية. الوضع صعب يمكن احنا جمعنا لحضراتكم أغلبية التقارير اللي بتتكلم عن هذا الوضع الصعب. وقد إيه فعلا موضوع كمان. الوضع الصعب ده بيؤدي إلى النزوح. فدلوقتي الأمم المتحدة بتعلن وصول عدد النازحين بسبب القتال في السودان إلى 2.2 مليون نازح. النازحون ينقسمون إلى أكثر من نصف مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة بينما نزحة 1.7 مليون داخل البلاد. متخيلين يا جماعة الأعداد اللي احنا بنتكلم عنها واللي الأمم بتتكلم عنها 2.2 مليون نازح. ده على الأقل. ومنظمات دولية تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في السودان مع استمرار صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. الوضع مأساوي بكل المقاييس بنصلي من أجل السودان وما يحدث في السودان ربنا يمد إيده لأنه فعلا الوضع صعب جدا ويكون فيه يعني تنفيذ لكل التعهدات سواء بالنسبة للجيش السوداني أو الدعم السريع ولكن شكلها هتطول الأزمة دي. ربنا يكون معي. أزمة الصراعات اللي موجودة دلوقتي في السودان وقبلها كانت في سوريا وطبعا الوضع الصعب جدا اقتصادي دلوقتي ده بيؤدي للهجرة الغير شرعية. والهجرة دي بتتم عن طريق مراكب وفيسا مسرة بيقوموا بالموضوع ده والمراكب أو غالبا مراكب صيد متهلكة أو مراكب مططية يشحنوا عليها مئات من الأشخاص علشان حلم السفر إلى أوروبا. زي الحادث الأخير طبعا للأسف الشديد المعلومات بقى اللي كانت احنا أول مبارح قولنا الخبر ده على موضوع غرق القارب الصيد قرابة قبالة سواحل اليونان وانه اللي قتلوا كانوا حاجة وخمسين لكن اتضح انه دلوقتي وصلوا لـ 78 شخص قتلوا وانه اللي كان على متن المركب ده 750 شخص. المركب اتحركت فاضية من مصر راحت عند طبرق في ليبيا وحملت 750 شخص ده وراحت كانت متجهة إلى اليونان وتقلبت المركب والغاية دلوقتي اللي تم ناجاتهم يعني تم الإعلان 78 غرقوا وانتشلوا جساسهم ومازال البحث عن الباقين ومنه 750 دول 104 بس تقريبا اللي ناجين. يعني شوفوا حضراتكم كام ممكن دلوقتي موجودين وفوق مفقودين في مياه هذا البحر الابيض المتوسط او القبر الابيض المتوسط. يعني فعلا مأسايا يا جماعة بكل المقاييس. وطبعا قصص انسانية عن شخص كان بيشوف كان بيدور على اخوه وسط الموتى وفوجئ ببقى انه حي وكان لقاء بينهم. لكن بجد فعلا الوضع في منتهى الصعوبة. في بقى اتهامات بتتهم اليونان انه هم اللي تورطوا في غرق المهاجرين وكانوا بيتكلموا عن ازاي انقلبت القارب. خلينا شوفوا التقرير الاول عن موضوع ايه اللي حصل دلوقتي وعمليات البحث عن الناجين. لانه فعلا يعني زي ما قلت لحضراتكم. اه المفاجأة كمان ان في مصريين اتقابد عليهم في اليونان وانه هم دول استمسرة. وانا بطالب بجد باعدام دول علشان يكونوا عبرة. لانه دول في رقابتهم كل العشرات اللي بيموتوا وبيغرقوا في هذا القبر الابيض المتوسط. لابد البقى والمسعفون الزمنة علهم ينقذون الرجل الممدد على النقال. انحدث سيكون من بين قلة ممن لم تبتلعهم المياه اثر غرق مركبا. يحمل مهاجرين قبالة السواحل اليونانية. لا حصر بعد لاعداد الضحايا وهم بالمئات بين غريق ومفقود. بحسب ما افاد احد الناجين للسلطات اليونانية. انه وضع مأساوي وصعب للغاية. فهناك عدد كبير جدا من الغرق. عدد كبير جدا ربما لم نشهده ابدا من قبل. المركب كان قد انطلق من مدينة طبرق في ليبيا. ووجهته ايطاليا. لكن الامواج غيرت وجهته قبل ان يغرق في المياه الدولية على بعد نحو ثمانين كيلو مترا من بلدة بيلوس اليونانية. ليلة الثلاثاء الاربعاء. حادث تصفه الامم المتحدة بالمأساوي. هناك سبيل وحيد من اجل تأمين طرق امنة وتجنيب الاشخاص الذين يقومون بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر والقضاء على العصابات. هي ان تعمل بلدان الاصل وبلدان العبور وبلدان الوجهة معا. وبحسب خفر السواحل اليوناني فان الناجين جاءوا من سوريا وباكستان ومصر. وسيتم نقلهم الى مخيمات للمحاجرين قرب العاصمة اثناء. وشهد البلد المتوسطي العديد من حوادث غرق قوارب المهاجرين التي غالبا ما تكون متداعية ومحملة اكثر من طاقة. كما شفتها هي دي الازمة ان القوارب متهلكة وبتحمل اعداد اكبر من الطاقة. في مظاهرات غضبة في اثينا بعد غرق مهاجرين قبالة السواحل اليونانية تحولت لمواجهات مع الشرطة. وزي ما قلت لكم فيه كان بعض الناس بتدعي انه اليونان نفسهم يعني تورطوا في غرق المهاجرين وانه زي انقلب القوارب. بس الكلام كله يا جماعة عن انه انحرفت المركب والامواج هي اللي اودت الى سقوطها. عموما تم القبض على تسعة اشخاص يحملون الجنسية المصرية في اليونان يعني ابض عليهم في اليونان يشتبه بانهم مهربون. بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية. افاد مصدر في احد المواني لوكالة الانباء الفرنسية. بقى ان بين الموقفين قبطان المركب المتهالك. اللي ناء بركابه وانقلب قبل ان يغرق. ما قدى لمصر عزيزي مولتولكو 78 شخص على الاقل. الناجين 104 تقريبا. المركب كان على متنها 750 مهاجر بينهم 100 طفل. تخالوا بقى كان حد غرقان دلوقتي. وضع مأساوي بكل المقاييس الحقيقة. مركب الصيد كان غادر مصر فارغا قبل ان يستقلوا مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية شرقية ليبيا. وكان متجها الى ايطاليا. وكالة الانباء اليونانية قالت ان الاشخاص وقفوا في كالماتا. اللي هم السبع اشخاص المصريين. وبيشتبه انهم مارسوا طبعا التهريب غير قانوني للبشر. المنظمة الدولية للهجرة قبدت خشيتها من غرق مئات الاشخاص الاضافيين. في احد اسوأ المقاسي في المتوسط خلال عقد الكامل. امرت المحكمة العليا في اليونان باجراء تحقيق. لتحديد اسباب المأساة التي صدمت اليونان. طبعا هناك دلوقتي دوريات وفرقات تابعة البحرية اليونانية. وثلاث مروحيات وتزع سفن اخرى. بيقوموا بمسح المياه على اعتبار. على اساس انهم يمكن يعصلوا على اي ناجين او على الجسامين. اليونانة علنت الحداد ثلاثة ايام حتى السبت بعد الاسماء. بعد المأساة التي وقعت قبل قبيل الانتخابات التشريعية في 25 حزيران. يعني حقيقي يا جماعة زي ما بقول لكم حتى الان انقذ مياه واربع شخص فقط. السلطات اشارت الى ان الناجين هم 47 سوري 43 مصري 2 باكستاني وفلسطيني. كل دي الجنسيات اللي كانت محملة على متنة اذا المركب. مركب الصيد اللي كان على متنة 750. ناجى 104 ماتوا جسس اللي انتوش لل 78 ولسا البقين في عداد المفقودين. فيعني بجد الوضع صعب جدا. الامم المتحدة كانت عمل التقرير عن عدد النازحين كثرا انه بلغ 110 ملايين شخص. احنا تكلمنا عن نازحين بالنسبة للسودان 2.2 مليون. دلوقتي الامم المتحدة التقرير الشامل كان بيتكلم على انه عدد النازحين كثرا حول العالم قفزة الى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين شخص. والاوضاع في اوكرانيا والسودان اكبرت الملايين على الفرار من ديارهم. مفاوضية اللاجئين في تقرير تم اصداره امس ان ارتفاع العدد من 19 مليون الى 108 مليون بنهاية العام الماضي ومثل اكبر قفزة سنوية على الاطلاق. وانه يصبح من الصعب بشكل متزايد تصور حل. فضلا عن ترحيه على الطاولة واننا في عالم شديد الاستقطاب. حيث التوترات الدولية هي المحرك للقضايا الانسانية. اساسا عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الاوروبي عبر المتوسط ترتفعت بأكتر من الضعف في 2023. وده حسب اعلان وكالة الحدود الاوروبية فرونتكس اعلنت اليوم ان عدد عمليات الحبور عبور حدود الاتحاد الاوروبي عبر وسط البحر الابيض المتوسط زادة بأكتر من الضعف في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعني احنا بنتكلم على ست شهور دول زادوا الضعف وانه الاشهر الخمسة من هذا العام رصدت في دول الاتحاد اكتر من عبور خمسين الف وتلتمية عملية عبور غير نظامية اعلى رقم مسجل منذ عام 2017 بجد يعني حاجة صعبة جدا طبعا هناك اتفاق لدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والمشارعون على تعديل نظام تأشيرة شينجن ليصبح بشكل كبير رقميا الحقيقة هو كانت النصيحة انه علشان ما يحصلش العدد ده من الوفيات والهجرة غير الشرعية انه يبتدي يكون فيه نظرة للهجرة الشرعية وقوانينها والفيزات والتأشيرات لكن طبعا بجد الدنيا صعبة جدا قالوا انه بمجرد اعتماد القانون الجديد سيتمكن مسافرون ليحتاجون لتأشيرة دخول دول الاتحاد من تقديم طلباتهم عبر الانترنت بدلا من الحضور شخصيا الى القنصليات وده في تسهيل علشان خاطر يكون فيه نظام سفر يعني شرعي يقدر عن طريقه انه هو يكون فيه تسفير لعدد كبير من الناس المتضررين في الدول اللي فيها سرعات الحرب الروسية الاوكرانية وبالرغم من الوساطة الافريقية للسلام لكن اثناء ما الوفد كان موجود في اوكرانيا حصلت ضربات روسية على كييف حيث اطلقت روسيا ثواريخ على كييف بالتزامن مع زيارة وفد افريقي للقيام بوساطة بين روسيا واوكرانيا التي رأت ان هذا القصف رسالة مفادها ان موسكو تريد مزيدا من الحرب وليس السلام الوفد كان وصل صباح اليوم الجمعة وفد الافريقي وبدأ زيارته في بلدة بوتشا الواقع على اطراف العاصمة والتي باتت رمزا لجرائم حرب نسبت الى موسكو الوفد الحقيقة التقى بالرئيس فلوديمير زيلينيسكي والوفد ده عبارة على رؤساء جنوب افريقيا والسنغال وايضا جزر القمر وزنبيا وكل دول طبعا رئيس جزر القمر هو اللي بيترقص هذا الاتحاد الافريقي بعد اعلان وصولهم كان فيه الدربات دي كلها والحيان ما وصلوش الى شيء وبعد كده كان فيه تصريحات للرئيس زيلينيسكي بانه لن يكون هناك سلام مع روسيا الا بعد ان تطرق كل المناطق اللي اعتدوا عليها او اللي وضعوا قديهم عليها بين بداية الحرب الروسية على اوكرانيا والحقيقة انه يعني زي ما قلت لحضراتكم انه حتى نفس الفكرة انه الدرب اثناء وجود الوفد ومسؤولون اوكرانيون بيقولوا انه قبدوا شكوك اثناء الزيارة وقالوا انه لا مفاوضات ممكنة مع روسيا الحقيقة للأسف الشديد روسيا تنفي ادعاءات اوكرانيا بقصف العاصمة اثناء زيارة الوفد الافريقي وزيلينيسكي كان بيتحدث ان محدثات السلام غير ممكنة قبل انسحاب القوات الروسية ايضا موسكو بتقول ان كيف فشلت بمحاولاتها الهجوم على 3 محاور خلال 24 ساعة موسكو بتتهم كيف انهم فشلوا في الهجوم المضاد لكن كيف بتقول ان احنا قعدنا مساحة تقدر ب100 كيلو متر من يد الكوات الروسية وانهم قاموا بكلفوا الجيش الروسي خسائر فادحة طبعا زي ما قلتلكم كل طرف بيتهم الطرف التاني بانه اقوى وانه انزل هزيمة صاحقة على الطرف الاخر سواء في السودان او سواء في الحرب الروسية الاوكرانية الحياة انه كان برضو فيه من ضمن الحاجات اللي حصلت انتشلوا امرأة على قيد الحياة من تحت انقاض بعد هجوم ساروخي على مدينة كراماتورسك الاوكرانية وطبع الهجمات دي برضو بيتهموا فيها روسيا ان هي اللي قامت بهذه الهجمات وزراء دفاع النايتو بيبحثونا في بروكسل سبلا جديدة لدعم كيف احنا اعلننا ان امريكا هتدعم كيف واشنطن هتدعم ايضا اوكرانيا بعتاد ويقدر بمبالغ كبيرة ايضا دلوقتي وزراء الدفاع في النايتو عايزين ايضا يدعموا كيف علشان ينجحوا الهجمة المضادة رئيس وزراء هنجاريا كان بيتحدث ان الرئيس السابق دونالد ترامب هو الوحيد خارج فئة الرئاساء الحاليين القادر على وقف النزاع في اوكرانيا وده بناءا برضو على نفس التصرحات اللي كان قبل كده الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيعتبر ان الهجوم الاوكراني المضاد ليس لديه اي فرصة للنجاح وكمان كان بيتحدث ايضا في تصرحات عن خسائرهم كتير جدا بيقولوا ازاي هو بيحصد وبيتكلم عن خسائر اوكرانيا طب ما يتكلم عن خسائر الجيش الروسي نفسه بدل ما يتكلم عن خسائر اوكرانيا لانه المفروض هو ما بيعرفهاش بوتين كمان بيلوح باستخدام النووي لردع اعداء روسيا وواشنطن كانت ردت على هذا الامر لوح الرئيس الروسي اليوم الجمعة باستخدام السلاح النووي في حال وجود تهديد وجودي للدولة الروسية معلنا ان بلاده نقلت مجموعة اولى من الاسلاحة النووية الى بيلاروسيا في احدث مؤشر على ان الحرب الدائرة في اوكرانيا تنفتح على سيناريوهات اكثر كارثية ولكن الولايات المتحدة رفضت هذه التصراحات واكدت ان واشنطن لم تعدل وضعها النووي بوتين ايضا خلال منتدى بيترسبيرج الاقتصادي الدولي رحب عودة الشركات الاجنبية اللي كانت تركت روسيا بنتيجة للعقوبات من بداية الحرب الروسية الاوكرانية وايضا تحدث عن ان الاقتصاد الحقيقة الروسي تعافى بشكل كبير جدا وانه التضخم قل بشكل كبير واعتبر ان هما قدروا ينجحوا في تلاشي كل العقوبات اللي فرضتها الغرب وامريكا وانهما كانوا عايزين يسكوتوا روسيا ولكن روسيا نجحت في تخطي مثل هذه الازمات بالنسبة للبنكر مركزي الاوروبي رفع معدلات الفايدة بالرغم ان الامريكا ثبتت الفايدة لكن زي ما قلت لحضراتكم انه ممكن دول بناء على التضخم اللي عندها تقوم يعني تجري قرارات انفرادية فالحقيقة المركز الاوروبي رفع الفايدة بمقدار 25 نقطة مقاوية في سامن زيادة على التوالي في اطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو اما العراق فكانوا بيحتفلوا بتأسيس ابيكا في بغداد وانه ده كده بيعتبر انه الاحتفال ده على انه كان قبل 63 عام كانوا بدأوا يشكلوا مجموعة ابيكا اللي ضمت الى الان 13 دولة النفطية عندنا بقى كان فيه لقاءات جامعة زي ما قلت لكم في بداية الحلقة لقاءات جامعة ما بين الرئيس بوتن والرئيس الروسي بوتن ورؤساء دولتين الامارات والجزائر واعلن انه كان فيه توقيع اعلان شراقة عميقة بين روسيا والجزائر ووصف بوتن المحادثات بين الرئيسين بالمسمرة كمان شتت بوتن على ان العلاقات مع الجزائر تحمل اهمية كبيرة جدا واكترح الرئيس الجزائري عم نجي تابون خلال المحادثات مع الرئيس الروسي انه دخول الجزائر لمنطقة البريكس يا جماعة منطقة البريكس دي زي ما قلنا دول مجموعة عدة دول بيضم اليهم دلوقتي مجموعة كبيرة جدا من الرؤساء من دول اخرى زي برضو مصر اعلنت ان هي عايزة تشارك في منظمة البريكس وبيفكروا انهم يعملوا عملة علشان يواجهوا الاتحاد الاوروبي واللي هي عملته اليورو كان فيه برضو لقاءات جامعة ما بين محمد بن زايد وبوتن بحث ايضا العلاقات السنائية كمان كان عندنا زي ما قلتلكم ايضا محادثات ما بين ولي العهد السعودي اللي استقبله الرئيس الفرنسي والمحادثات دي كانت في فرنسا في قصر الاليزي وبدأت باعلان عدة تضمنت عدة ملفات دولية من ابرز الملفات دي كمان ملف لبنان وملف طبعا العلاقات السنائية في مجالات متعددة والوضع برضو بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية رئيس الوزراء العراقي استقبل امير دولة قطر لدى وصوله الى بغداد في زيارة رسمية عندنا كمان برضو الرئيسان الكوبي والايراني وقع عدد من الاتفاقات زي ما انتم شايفين الزيارات المتبادلة والاتفاقات الموقعة لكن على الجانب الاخر بقى عندنا برضو حديث عن انه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان اعلن عن انشاء مشروع واعد في مصر وده خلال زيارته الجناح الاماراتي في منتدى بيترسبرج الاقتصادي الدولي ولقائه الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد عندنا برضو كان مصر بتعلن تدشيد مشروع عربي كبير يضرب طموحات اسرائيل وكمان الحقيقة يمكن برضو كنت عايز اقول لحضراتكم انه الرئيس بايدن اختار اول امرأة مسلمة قادية فدرالية في ولاية نيويورك ولسه طبعا موضوع المحاكمة بتاعة ترامب عاملة شوية قلق في الولايات المتحدة الامريكية وزي ما قلتلكم ايضا ان الصحة العالمية حذرت من ان استعدوا المرض اشد فتكا من فيروس كورونا وربنا يستر طبعا على العالم كله بنصلي من اجل السلام بدعوكم في نهاية حلقتنا انه تشاركوا معنا في الحصاد النصف سنوي الحصاد يا جماعة ده علشان خطر انه قناة الكارما قناة غير هادفة للربح بتعتمد بشكل رئيسي جدا على تبرعاتكم ودعمكم في الجديد اللي حصل دلوقتي في الموقع والجديد اللي كان في اثناء حلقات الحصاد النصف سنوي الايام اللي فاتت انه فيه QR كود الكود ده بتقدر عن طريق بس تفتح الكاميرا الخاصة بالموبايل بتاعك تقدر اول ما تعمل الكود ده يلقطو الكاميرا بتاعة الموبايل وموبايلاتنا اغلبيتها كلها سمارتفونز يعني بتروح بعد كده تفتح لك على الدونيشن التبرع لقناة الكارما اما انه مرة واحدة او منصلي بنشجع حضراتكم على المنصلي وكمان الجديد اللي حصل دلوقتي انه مش بس بالدولار تقدر حضرتك تتبرع باي عملة خاصة بعملة بلدك يعني اي بلد انت هتفتح منها سواء بالجنيه المصري او بالين او باي عملة حضرتك في اي مكان في العالم بنرجو من حضراتكم دعم دعم قناة الكارما بشكل شهري لان الكارما منكم واليكم وحضراتكم شايفين قد ايه البرامج المتميزة اللي بتقدمها لكم قناة الكارما بالاضافة للرسالة الجوهرية للقناة وهي نشر رسالة المسيح لكل العالم بشكركم والقاكم الاسبوع القادم ومورة الاحداث الى اللقاء اشتركوا في القناة